مقالة ثرية جدا في psychology today بتتكلم على كيفية تغيير ديناميكية علاقة مسيئة زي تتخلص من علاقة بتوسيق ليك قبل ما اقول الكلام ده لما تدرس بعض العلوم الحديثة على ايد حد مش متخصص ساعات العلوم الحديثة دي تشجعك انك تتخلص من كل حاجة بتقرقك وتضيقك وتستغنى عن اي علاقة انت فيها مظلوم فلو الواحد مش ناضج تلاقيه اللي طلق مراته واللي طلقت من جزهة واللي ساب شغله عشان مديره بيضغط عليه بدون التفكير بحكمة هو انا ممكن اصلح الاول العلاقات اللي فيها معاناة دي ازاي لكن لما تدرس مع استاذ متخصص عالم يخليك تشتغل على نفسك الاول بحيث ان انت لما تشتغل على نفسك وتوصل لاحسن نسخة من نفسك ومع ذلك اللي علاقات دي مسيئة ساعتها لو تقدر لو تقدر تتحمل ثمن اسكات وابعاد العلاقات دي يقولك على طول تخلص من اي حاجة تقيل على كتافك مهمة المقدمة دي علشان الدراسة دي بتكلم حد احنا متفقين انه كويس لكنه داخل في علاقة صداقة او جواز او شغلة او ايا كان علاقة مسيئة بالنسبة له هو بيقولك تحذير واربع وصايا التحذير بيقولك اوعة تبقى متضائل دايما شايف نفسك ما تستحقش علاقة تحترم فيها فبتبذل مجهود مع شخص معتدي وبيهينك وبيتعد على حقوقك تبذل مجهود في حمايته من نفسه وكأنك دايما عمال تحاول تسيطر على غضبه عشان ما يبهدلكش تسيطر على اعتداءه عشان ما يأذكش وكأنك الحمد لله انه راضي بيا في الشغل ولا في الجواز ولا في الصداقة اللي ما بينه فانا هحاول على قد مقدر كده ما عصبوش لاننا اصلا ما استحقش علاقة محترمة بيقولك خد بالك من حتة دي لو عندك لازم تتخلص منها وما تدفعش فطورة انسان متعدي وسيء الخلق وكأنك ما تستحقش لكده فاكر سيدنا هود وإلى عاد أخاهم هود قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين لا معلش قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين لا أنا مش سفيه التانية اللي بيحذره منها يقوله انت سفيه انت لا تفهمش طب ما عايش بلاش تشهمني والنبي بس قبلني يقولك بتعملش كده ما تقبلش علاقة انت فيها بتساعد انسان معتدي انه ما يعتديش عليك فدي أول تحذير بيحذرك منها الوصية الأولى بيقولك عشان تتخلص من العلاقة دي انت محتاج الأول تحصل على الدعم العلاقات عبارة عن احتياجات فلو دول مجموعة من الأصحاب انت متعود عليهم لكن بيهنوك لازم يبقى عندك دعم من مجموعة تانية وتبحث عنها شاء لما تتخلص من العلاقة دي ما تبقاش في الهواء لأن ساعات الوحدة بتبقى مؤلمة جدا وأقوى دعم تحصل عليه عادة بيبقى الأنس بمولاك سبحانه وتعالى وابن عطاء الله في الحكم بيقول إذا أوحشك من خلقه فاعلم أنه يريد أن يفتح لك باب الأنس به كأنه بيقولك انت ممكن تلاقي وحشة في علاقة يمكن بيمرنك على انك انت تبقى مستأنس بالله إذا استأنس الناس بالخلق فأنس أنت بالله ابن القيم يقولك كده وإذا وقفوا على باب كبرائهم يسألونهم الرزق فقف أنت على باب مولاك وربنا عشان يقولك دعمي موجود دائما قالك وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب كل مضارع كل مستمر ما بيتغيرش قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي خليك معايا وانت تشعر بالسند فقبل ما تتخلص من أي علاقة بتشبع عندك احتياجات الأول محتاج يبقى عندك دعم خارجي حاجة ثانية اللي بيوصيك بيها إنك أنت تركز على التعافي تبقاش في العلاقة المسيئة عشان تتخلص منها عما المركز أنك تصلح في سوء خلق اللي قدامك ركز أنت على تعافيك من الأذية اللي حصلت فيك فكر سيدني إبراهيم لما أبو قال له أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لإن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني ماليا قال سلام عليك وهنشغل أنا بحالي بقى سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفية وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقية من شغل أن الوجع اللي أصابك إزاي احصل لك منه هيلنج احصل لك منه تعافي مش دايما تبقى في العلاقة منشغل بتغيير اللي قدامك وصية تالتة اللي بيقولها لك عشان تعرف تغير ديناميكية العلاقة المسيئة دي إنك أنت تتقبل اختيارك الخاطئ الشغل كان فيه مدير نصاب ولا مش كويس ولا بيضغط عليك ضغط غير إنساني جوازة اخترت فيها غلط بناء على مقاييز غلط صداقة مش هيقبلوك إلا لما تنسلخ من شخصيتك وتبقى واحد تاني فبيضغطه عليك اخترت غلط من ضمن الدعوات اللي بيعلمها لنا سيدنا محمد إنك تقول باستمرار ربي إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم ربي إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا بالاختيار الخاطئ أنا تجنيت على نفسي لما عملت كده وده نوع من الاعتراف إن أنا ممكن يصدر مني تصرف زي ده ويبقى دوري تجاه نفسي إن لنفسك عليك حقا هو التعافي من علاقة زي دي وتغيير ديناميكيتها إما لو القدامك مش هيتغير يبقى الرحيل لو تقدر على كده آخر حاجة بيوصيك بيها في الدراسة دي علشان تغير ديناميكية العلاقة الموسيئة دي قال لك افصل ما بين اللي حصل معاك وبين ما تستحق إنت لا كنت تستحق الشتيمة دي ولا أنت تستحق البهدلة والضرب ده ولا أنت تستحق إن المدير يسحق شخصيتك بالطريقة دي ولا شغلة تطردك كأنك مليكش قيمة دي مشاكلهم الشخصية إنت مليكش دعوة إنت تستحق الإحترام لأنك محترم وبتدور عن محترم واحد ضمر علاقته بمراته بسبب إهنتها لي وبعدين خلاص البيت بيتهد والله ما كنت شأصد شوف ربك شوف جمال الآيات اللي ممكن تخدها على أي موقف في حياتنا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلموا الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا أنت أكتر حد محتاج تكلمه تقول لنفسك أنا ما كنتش أستحق إيه ده فافصل عشان لو دخلوا في بعض الإساءة اللي حصلت لك وما تستحق هتطلع من العلاقة دي حسن ده آخري أدور على أي حد تاني يقبلني بأي معاملة وخلاص أنت لا تستحق ذلك فدول كانوا أربع وصايا في هذه الدراسة النفسية اللي بتعلمك إزاي تغير تأثير علاقة مسيئة لك